مع اقتراب الذكرى الرابعة لعصفة الحزم التي قادتها السعودية ضمن تحالف عربي ضم الإمارات فتحت نوافذ اعتراضات دولية على مسار الضربات الجوية بسبب نتائجها السلبية على المدنيين قصف الأطفال في اليمن واحدة من تلك النتائج التي أثارت اعتراضا داخل المؤسسات البريطانية على الدعم اللوجستي الذي تقدمه لندن للرياض وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن أفرادا من سلاح الجو الملكي البريطاني اتضح أنهم ضمن طاقم قيادة الطائرات السعودية وقد أتى هذا الاتهام وفق الصحيفة البريطانية من نائب في حزب العمال كشف عن وجود 282 بريطانيا ضمن طاقم القوات المسلحة السعودية تبدو لندن بتأكيد نواب بريطانيين طرفا متورطا في حرب اليمن بسبب تقديمها الدعم العسكري وأنظمة القيادة والتدريب العام ورغم أن وزارة الدفاع البريطانية تنفي تورطها المباشر إلا أن الصحيفة وصفت الدور البريطاني بالمروع ولم تعتبره مفاجئا للمشرعين البريطانيين خصوصا وأن لندن سبق وأنباعت للرياض طائرات مروحية وطائرات بدون طيار وصواريخ في عام 2015 الاعتراضات الآتية من نواب بريطانيين على دور بلدهم في حرب اليمن أتت بعد اعتراضات مماثلة من مشرعين أمريكيين على دور واشنطن في دعم السعودية ويؤكد مراقبون بأن هذه الاعتراضات ستتزايد طالما استمرت قيادة التحالف في سياسة عدم الانتباه لقواعد الاشتباك في ضرباتها الجوية التي لم تعد تقنع الكثير بأنها مجرد أخطاء فنية